بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة في الله أسرار كثيرة يخبئها لنا الرقم سبعة عدد السماوات سبعة الأراضين سبعة الطواف سبعة أشواط الذرة سبعة طبقات الألوان سبعة طبقات الجلد سبعة فقرات الرقبة سبعة أيام الأسبوع سبعة أشياء كثيرة جدا ولكن ما هو أول رقم ذكر في القرآن؟ إنه رقم سبعة في قوله تعالى ثم استوى إلى السماء فسواهن سبعة سماوات وهو بكل شيء علي هذا في سورة البقرة الآية رقمها تسعة وعشرين آخر مرة ذكر الرقم سبعة في القرآن نجده في سورة النبأ وبنينا فوقكم سبعا شدادا سبحان الله المفارقة أو العجيب أيها الأحبة أن عدد السور من سورة البقرة حيث ذكر الرقم سبعة أول مرة إلى سورة النبأ حيث ذكر الرقم سبعة آخر مرة عدد السور سبعة وسبعين سورة مضاعفات السبعة سبحانك يا رب وعدد الآيات من الآية الأولى التي ذكر فيها الرقم سبعة وحتى الآية الأخيرة التي ذكر فيها الرقم سبعة أيضا من مضاعفات الرقم سبعة وعدد الآيات من أول سورة البقرة وحتى آخر سورة النبأ أيضا من مضاعفات الرقم سبعة سبحان الله إن هذه الحقائق أيها الأحبة لا نملك أمامها إلا أن نعترف أن هذا القرآن لا يمكن أن يكون كلام بشر كما قال تبارك وتعالى قل إن جتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة صدق الله العظيم